السلام عليكم اجمعين كنتمنى تكونوا بي خير وعلى خير بصحة جيدة ان شاء الله محببا بيكون في قناتي وقناتكم من مونيكو فلوك اليوم ان شاء الله نقدم لكم بريوت مع السليم بوحد طريقة سهلة بزاف كما كتشوفوا معايا عندي هنا يا واحد الكيلو دي الكوكو قبضتو ودرتو في الفران دلتو شوية زيت وحمرتو في الفران غيم يكونش ما تحمروش بزاف حمرو غي واحد شي شوية ما يوصلش لدرجة ان الكوكو تحمر مزيان غي تكون غي واحد شوية تقريبا بيضا كما كتشوفوا قبض الكوكو ديالي تحنتو مزيان تحنتو تخرجتلو تقريبا زيت ديالو تتحنتو بانه انه مطحوم زيان البنات وخرجت فيه الزيت كما كتشوفوا معايا هنتو مرتب بزاف البنات باش ان ذاك الزويتة هي اللي كتحفظنا على الكوكو ديالنا من باش ما ينشفش وكيجي بنين بزاف بان الطحين هو ضروري ضروري البنات في الكوكو انه باش يستقزوين كما كتشوفو عندي هنا عندي هنا ياخدي سمية وخمسين جرام ديال اللوز وحمرتو بالقشرة ديالو بكل شيء وطحنتو تقريبا بحال بخاليني هنتو ما كما كتشوفو ترجع النزيس ديالو خارج عليه كيجير كيعطيه واحد لمادق البنات هاد البخاليني كيعطيه مادق زوين ولي عندو البخاليني يديرو وممكن انكم اللي ما عندوش ملي وخمسين ممكن ياخد غير ستين جرام يديرها بها الطريقة هادي كتجير زوينة بالسف وخضيت هنا يوحد المعلقة ديالكالامير راني حطيتها حطيتها الصراحة كانت عندي معلقة ديالكالامير في كانت عندي زيدة ودرتها بالنسبة اللي بغا يديرو يديرو ولي ما بغا يش يدير الكلامير ما يديروش مو يبقى يبقى اختياري غير هي كتعطيه واحد لمادق زوين البنات تدلوا واحد لإضافة زوينة عندي هنا يا تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال القرفة القرفة مطحونة ومغرب لها البنات باش بما تضروري تغربلوها عندي هنا تقريبا واحد لخمسة ديال الحبات ديال ميستيكا الحرة الحرة البنات حيث كين المسكة الحرة هما كيقولوا لكم مسكة حرة ولكن باش تعرفي البلدية كتكون صفرة والرومية كتكون بيضة من الأحسن خودوا البلدية كتعطيه واحد لمادق زوين وقوي بالنسبة هنا يا عندي كيما تكتشوف وراني طحنتها ودرتها عندي هنا يا الزبدة أنا الزبدة ديالي درتها نوازت باش ما تبقاش تطلق لي يدك الحليب وتفسد لي للكوكاو عندي هنا معلقة ديال الزبدة معلقة الثانية أنشوف أنتوما والطريقة باش طحنتوا الكوكاو ولكن ناشوف زيدوا معلقة الثبدة كان مزيان صفي أتكتافيه معلقة الثبدة وحده وعندي هنا الزهر الزهر المهم كيبقى على حسابته هو الكوكاو ضروري ندير واحد لإضافة ما كيبقى على حساب الكوكاو ولكن عندكم جاري بزاف من الأحسن بلاش كان عندكم شوية بحالي شوية بحالي زيدوا لواحد شوية ديال الزهر وخليوا الكوكاو اللي لقاتوا البلدية عندها جاري بزاف تخليه تخليه واحد ربعة خمسة تسوية حتى تينشف وكيقبطها لا صعد ممكن أنها تخدم به مهم هذه الحشوة والبنات اللي ما كتاكوش البريوة ديال كوكاو أترجح تاكلهم بهالطريقة هذي زوين بزاف كما كتشوفو كان عجل العجينة ديالي مزيان أنزل هنا يا واحد المعلقة ديال الزهر حتى الجوش كما قلتكم على حساب الكوكاو ديالكم واش ناشف ولا جاري لكن عادي ديلولو معلقة كان ناشف ديلولو جوش معلقة ديال الزبدة وكان جاري صافي من الأحسن تكتفيه وغير معلقة الزبدة وزهر ديلولو واحد معلقة صغية وراء اللي بغير كإضارة فوصافي كما كتشوفو خاصة نعجنوهم الزيان حتى يمساجمونا ديال المقادير كلهم مع بعضياتهم وللقاتوا جاري البنات أتخليه واحد اربعة كما قلتكم خمسات سوايح حتى تينشف وعد ممكن تخدم به في الورقة دياله هانتما البنات كما كتشوفو لابات ديالي كيولات كيولات ارتباء زوينة بزاف كتتعجن في اليد دي وكتحس بأنها مزيتة وفيها زويتة ديالها اللي كافيها هادي نتيجة محصلة عليها اللي بغيت انا كما كتشوفو اندوزو ديال الورقة بالنسبة لبنات الورقة هادي خديتها انا غشرتها حييت لها داك الجوانب ديالها لي كيكونوا يابسين ديالهم كامل بالمقص وكندوزو هنال القياسات كنحيد انا داك الجوانب باش كتعطينا الطوع باش تعطينا الطوع نخدمو الشاريط على خاطرنا كنحيدها انا بهاد اما بالمقص اما هادي اما هاد جرارة ديالبيتزا باش ما كيبقى المقص كمقاون زيق زاقيو فمتي خدمو بهادي ديالبيتزا وعادي ممكن لكم تعاودو بالمقص كما كتشوفو حييت لها انا هاد الجوانب هاكا كتعطي البنات الطوع حسن انكم تخدموها بهادي ديالبيتزا ما كيبقاش ديك شي زيق زاقي وكتبشو على الشاريط نيشا صافي كان حييت لها البنات زيان هاديك الجوانب بديالها وديك الجوانب براه ما كان لحوهم ما والو بالعكس كان ولي ونخدموهم اما كتصوبوهم على شكل برايوة صغيرين اما اما كتلقي وحدة على وحدة وكتصوبو بهم حين شات مهم ان التحاجة في الورقة ما كتبضيح انا المهم ما كتبضيح لي التحاجة بالنسبة لبنات الشاريط كتخطوح لشكل ميستارة كتعرفو داك الميستارة اللي كيخدمو بها الوليدات المدرسة هي هادا كتبو القياس انا عندي هادا عندي هادا 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 القطح هادا ولكن ما كاملش ما كاملش للسونسيمترات ديال الميستارة المهم كتبضيح المهم كان زيت واحد شي شوية واحد سونسيمتر وكان ولي نقطح بشي جو مقدين كما كتشوفو المهم القياس كيبقى على حساب الختيار ديالكم انتو معين لكم ميزانكم وصافي كمشي نتكام بقى انا هاكا نستمر حتى سنقطح الشاريطة ديالي كاملش كما كتشوفو معايا كنديرو في البلاستيكا باش ما ينشفوش باش ما ينشفوش وتنشفلي الورقة وكان ناخدك الشاريط هو اللي عنخدم به كما كتشوفو عندي هايا القياس اللي عندير في البرايوة مهم كتتاخدو الميزان ديالكم وكتحسبو انا بالنسبة لليا كندير عيني ميزاني ولكنتما ممكن انكم تحسبو كنديرو هادا تشوفو معايا الكورة كنديرو ما بين سبعة ثمانية ديال ديال القرامات في الحبان وكتبقى على حسب فوقش على حسب اللي قطعتو به الشاريط لكن لكن الشاريط كبير كتزيدو كان صغير كتنقصو ولكن نشوفو انا هادا هو الحاجم المناسب كما كتشوفو هانتو ما معايا كما كتشتو اا عندي هنا يا عندي هنا يا ثمانية ديالجرام حتى 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 السبعة ديالجرام حتى الثمانية ديالجرام صافي فقط ما كنزيدش على هادا كنقور بها الطريقة هادي وكنحط الأشريطة ديالي باش كجيني ساهل للبناس كما كتشوفو كنحط الأشريطة ديالي كلها كلها هنا يا وكننا اخضو كننا اخضو ذلك الكويرا كنحطوها في في الجانب اا وكنبقا وكاللوية كما تشوفو وفي اي تلوية باش باش بجيكم البرايوة عاملة في كل جوانب اي تلوية حاولو انكم توزعوا الحشوة على 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 الورقة كما كندير انا البناس هادي اسهل طريقة للمبساديين باش انهم اا اا جيهم الورقة جيهم الحشوة مزعة على جميع جميع الاطراف ماشي غير في الوسط فقط هنتم كما كتشوفو معايا كمقا ماشي بهات الشكل هذا وانا وانا كنبرك وانا كنحاول نبرك على 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 الورقة على 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 البرايوة ديالي باش الحشوة كتتوزع على جميع على جميع الجوانب وما كتبقاش غير في الوسط كتبقى كواره في الوسط وجانب هاديك خاوي وكيولي تحرقو لنا داك الجنيبات كما كتشوفو وكيولي وتحرقو وكيجيونا خايبين بالنسبة انا التلصق عندي البيناس كنديرها بالطحين بالماء والطحين ما كيحجبنيش نديرها بالبيت لانا كبقا يتلق ليه رغوة وما كيخلينيش نشوف ما كيخلينيش نشوف البرايوة واش تحمرات ولا لا ولكن عندكم شي بحال هاد بحال هاد بحال هاد تخسيرها هادي ممكن انكم تاخدوا المقص وتقدوها كما كتشوفو كتجيو قل برايوة وها كمعة وطمسة وبهنتم البنات كتيرا هائعة وحتى في القليل ما كتتحلي يا ما ولو وماشي بحال ماشي بحال بيض ما كنشوفش البنات اللي 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 تحال ولي ما تحالش واللي كتكون طالقة داك الرغوة ما كيعجبنيش مهم تمال لكم الاختيار كما كتشوفو عندي هنا يعود تاني البرايوة تانية انا اخدم معاكم البرايوة تانية انا كنحاول نوزحها على الجوانب كاملين وكنقنضغط بيديا وانا كنصايب وبالنسبة لورقة البنات ممكن تقديروا الورقة ديال الفيلو تهي كتجي مزيونة غير اخذكم تتعرفوا وتخدموا بها لان الورقة الفيلو كتكون جامدة وكتتطلق معاكم كما كتشوفوا عندي هنا ذاك الورقة ديالي خاسرة عفونا مصايباش مزيان هنا كنحاول نقطعها بالمقص باش نردها على هات الشكل هادا باش كتلصق اه كنحاول نفهم لكم كنتمنت توصلكم نساج ديالي والله لا لا كندير مشهود باش انا هات توصلكم المعلومة هنتم البنات سنزيد معاكم الشاري الثالث هنتم تبقوا البنات تضغطوهم زيان ضغطو البنات على على البريواء في اللول باش كتقد معاكم اه 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 وزعوها وصوبوها على شكل برايبا اه وزعوها الجوانيب كاملين في اللول صافة البنات هنتم كما كتشوفو كنت تصامر بها الطريقة هادي على ما كنكمل الاشريطاء ديالي كاملين لجتكم لكنت البنات لجتكم اه الورقة كبيرة ممكن انكم تقسمو منها تحيدو منها واحد شي شوية اه المهم كما كتشوفو اه وتقدو الجوانيب كتقدو داك داك الشاريط اه التالي كتقدوه وتلسقو بالطاقيق والماء باش ما كيبقاش مخصر للكم البريواء موهم كما كتشوفو ضروري البنات تخليو البريوات ينشفو ينشفو على الاقل واحد ربعات ساعات لسات ساعات موهم انهم ينشفو وتحلون توزعوهم باش ما ينشفو معاكم في الزيت هادية هادية الطريقة باش ما كيتحلوش في الزيت كتنشف البريواء مزيان ما كتبقاش خضره وكندوزو كما كتشوفو معايا انا كملت احنا يا البريوات ينشفو لشوفو البنات ما كينشفو الورقة كتنشف على الحشوة وكترجع يا بس ما كتخافوه من هامة حاجة بالنسبة لبنات كتاخدوا واحد كتاخدوا واحد المقرأ وواحد الايناء كتديروا فيه الزيت كتالبوطع كتتعليوها بزاف كتعليوها بزاف على ما كيتحمر الزيت على ما كيتحمر الزيت وعاد كتنقصو كما كتشوفو حيتخاط الزيت تكون تكون سخونة بزاف باش انها كما تشوفو كتحطو غي تحطو عشوائيان البناتها حطو حطو عشوائيان ما تستفو ما تديلو التحاجة ولا تقولو نديرو الناس ولا هادا مهم تعمل لكم المقلب غي حطو وحدان فوق وحدان باش حتى لكانتشي وحدان اتحل اتدير بناقص وما تتحلش كتكون الاخران فوقها والاهم البنات في البريوات باش يجيوكم رائعين البنات يديكم ويد المقلع هتخليهم يتحمروا واحد خصومة غير تحطوهم واحد تخليهم واحد دقيقة وتبقوا تحركوا تحركوا البريوات ديالكم باش كيتحمروا في جميع الجنواني بك يجيوكم مذهبين رائعين يديكم ويد المقلع البنات كما كتشوفوا انا عندي هاد المقلع اللي درتها رها صغيرة رها صغيرة وخادرت فيها البريوات رها خفت انها هادا هذك الزيت تطلع لي بسيف هاتوا هاتوا البنات كما كتشوفوا كنحاول اننا ناخد ذاك الزيت وكان طلحا على البريوات الفوقانيا وكانولي نقلب مهم كتحركوا كتبقوا تحركوا يديكم ويد المقلع باش ما كيتحركوش معي البريوات وكيجيو رائعين البنات به هاد طريقة كما بغيت نصحكم انكم تاخدوا واحد مقلع لي تكون غارقة انا بلتي شويوان بدي المقلع لانني اشتهديكت الزيت الزيت كي يطلع حاولوا انكم تاخدوا المقلع غارقة باش انه احتمنين كي يسخن الزيت ما يحرقكم شو يديكم ولا شي حاجة لقدر الله المهم فيما كتشوفو كم قا يدي ودى المقلع وانا كنحرك هكا باش ما كيتحمر ليش مشي كيتحمر ليه جهة وجهة ما كتتحمر ليش من الجانب كيتحمر ليه واحد لا كيتحمروا كلهم كي يجوا مدهبين والاهم ما تخليوهم شيتحمروا بزاف ويوليو كوحل غير دهبيين فقط باركا الورقات غيض غيا كالطيب ولو كاكو دينا راح محمر صافي غير يوليو دهبيين باش ما كي يبشوف الامي كيتغمسو في العسل كي ياخدوا واحد اللون اللي زوين ودهبيو كاتشها انك تقولو برايو هانتوما البنات من بعد ما يتحمروا ليه انديرهم في العسل كما كتشوفوها هانتوما هانتوما كي يجيو غيا دهبيين البنات وبالنسبة للعسل كتحطوها كتولي كتولي سخونها مبلا ما تتسخنوها من التحاجة وبالنسبة لبنات البرايوات كتبقا وتهدود لك العسل وتحاولوا انكم تديروها الفوق وكتخليوها ليلة كاملة اللي بغيتو تخليوها ليلة كاملة بغيتو تخليوها ستة سبعة الساعات المهم انها انها خطو البرايوات يشربو العسل مزيان والاهم البنات مما تحيدوا ان القلية اللولى من العسل حتى تطيب لكم القلية التانية باش كيتعسلوا على خطرهم وفي التالي ممكن انكم تكبوا عليهم العسل وتخليوهم ليلة كاملة ممكن انكم تصفوهم كما كتشوفو وبالنسبة لتخزين اراه ممكن انكم تديروهم في الفريغو ديالكم ولا تحطوهم في الكوزينة ديالكم شي ستايل كيبقاو مهم بجوجين كيبقاو زوينين بزعب كما كتشوفو هادي الوصفة النهائية كي يجيو البرايوات ديالنا محمرين زوينين ما محروقينج والاهم انهم ما تحلونا ما ولو وبواحد التعليقان لدخلي كي يجيو زوين بزعب صراحة كيش هيو كانت من الناس اعجبكم الفيديوك وتجعونا في القناة وتدعمونا باللايك وشكرا على المشاهدات ديالكم ونطلقوا في وصفة ان شاء الله وحدة اخرى وتستفدوا مع هاد الوصفات اللي جبنا لكم وبنسبة للمقادرة انا انكتبالكم في صندوق الوصفة باش انكم متغلطوا ما ولو وتتمنوا شكرا لكم بزعب